بعد هدوء لم يدم طويلاً عاد التوتر إلى السطح مرة أخرى بين تركيا واليونان الجانب اليوناني وجه انتقادات حادة إلى تركيا على خلفية عودة عمل سفينة التنقيب أوروش رئيس والتدريبات العسكرية في المنطقة ليأتي الرد هذه المرة على شكل تهديدات لليونان وقبرص من الرئيس التركي إردوان سنوصل إعطاء دروس مناسبة والرد في الميدان على كل من اليونان وقبرص ألتين لم تلتزم بوعودهما في المحادثات وبمباطلات ومساعد الاتحاد الأوروبي وحلف النيتو نحن قد أوضحنا للجميع لأننا لن نتراجع قطوة واحدة إلى الوراء في دفاع عن حقوقنا ومصالحنا في شرقي البحر الأبيض المتوسط تطورات ترافقت مع تدريبات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة الجانب التركي أعلن عن تدريبات عسكرية جديدة مسلحة بالذخيرة الحية في بحر إيجة بين السادس عشر وثالث والعشر من أكتوبر وبين السادس والعشرين وثلاثين من أكتوبر الجاري فيما سيجري مناورات وتدريبات عسكرية موسعة في الثامن والعشرين من أكتوبر في كل من بحر إيجة والبحر المتوسط اليوم سفينة أورتش راييس عادت للمنطقة وباشرت عمليات التنقيب من جديد وهناك من جهة أخرى تدريبات ومناورات عسكرية بالذخيرة الحية وإعلانات عن تدريبات جديدة وبالتالي التوتر ارتفع لأعلى مستوى له مرة أخرى ومرشح للتصاعد وهذا سيؤثر على العلاقات التركية الأوروبية أخذا بالاعتبار الانتقادات الواضحة من أطراف عدة لهذه الخطوات التركية وعلى خلفية هذا التوتر أعلنت جانب الألماني عن إلغاء زيارة لوزير الخارجية الألماني هيكو ماس إلى أنقرة بعد زيارته إلى اليونان وقبرص فيما تتجه الأنظار إلى نتائج الاجتماع الأوروبي المقبل علما بأن الجانب اليوناني قد أكد عدم إمكانية إجراء أي محادثات مع الجانب التركي طالما أن سفينة أورتش راييس موجودة في المنطقة تبدو الأمور وكأنها عادت مرة أخرى إلى نقطة الصفر في شرق البحر الأبيض المتوسط حسب المراقبين وقد ينعاكس ذلك بشكل مباشر على عقد المحادثات الاستكشافية أو حتى العسكرية بين الجانبين في الفترة المقبلة على مصبحات لقناة الغد إسطنبور